طيب احنا جعلنا احنا ذكرنا انه اذا صار damage او استحواذ شركة A وشركة B عدنا هنا انا damage او استحواذ شركة A and شركة B ذول الاثنين تمام قرروا يرتبطون مع بعض فاذا اكون مجموعة actions لازم اتخذها اولا الـ rules اثنين الـ geographics اثنين الـ culture اربعة الـ language وممكن يكونوا نقاط اخرى اضافية على حسب شنو الشركتين rules شي يقول بالنسبة للـ rules rules شنو هو يعني انت لازم تخلق standard جديد بين الشركتين وتحاول انه هذا الـ rules تطبق على الشركتين بعد الاندماج يعني وراء ما يندمجون هاي الشركتين شنو هي الـ rule اللي كانت موجودة بالـ A وشنو هي الـ rule اللي كانت موجودة في الـ B ونفس الوقت شنو هي الـ rule الجديدة اللي راح تطلعها بعد الاتحاد وتحويل الشركتين A و B مع بعض هذه بالنسبة للـ rule policy rules أيضا يحدد فيها جزئية هي الـ policy الـ policy شنو هي الـ policy نوع من انواع rules بس لكن مو يحدد الموضوع بشكل هننقول بشكل محدد لا هو بشكل عام يعني على سبيل المثال من أخلي policy بين الـ A و B شاقول أقول من ضمن الـ policy مالتي انه الـ data multi financial مالجمات المالية لازم يكون الـ data multi high confidential لازم وثوقية مالت تكون أعلى شي بغض النظر يعني ما لعلاقة شنو طريقة اللي ترح تتبعها شنو راح تعالجها بس أنا أخلي لك policy انه بين هالشركتين لازم يكون الـ data multi financial أعلى شي ممكن بالـ confidentiality نفس الوقت أحدد الـ regulations 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 التشريعات هذه مهمة جدا لأن قد تكون هذه الشركتين كل من في مدينة معينة عادة تشريعات مختلفة أو ممكن يكون في دول مختلفة تشريعاتهم تختلف هذولا عادهم تشريعات معينة البرلمان معلتهم منطينة أو دستور معلتهم يقول هالشكل وهذولا في الدولة الأخرى عادهم تشريعات مختلفة فأني لازم أعرف هاي تشريعات شنو هي نفس الوقت الرقعة الجغرافية geografic هذه مهمة جدا ليش؟ لأن احنا مثل ما نشوف إذا كان هاي الشركة A في أمريكا وهاي الشركة كانت بي في أوروبا فلازم أنا أشوف شنو هي التشريعات اللي موجودة مننا يعني عسبي مثال التشريعات الموجودة في أمريكا تختلف عن التشريعات الموجودة في أوروبا في أوروبا أنت عندك جي تي بي آر تمام؟ فإذا أنا لازم أمشي عليها يجوز يطالبوني بفلوس لازم أنا أمطيها فهاي نقاط أيضا لازم أنا أخليها في بالي نفس الوقت أنا عندي مؤثرين Influences تذكرون؟ قلنا عدنا مؤثرين المؤثرين أنت عندك أنواع نوعين أساسية منهم اللي هو يسميهم يا أما internal أو external Influencer ممكن يكون internal أو or ex ter هاي شون داك تبعني or external تمام؟ internal أو external influences تمام؟ ذول شنو؟ الداخلي والخارجي التأثيرات اللي راح تواجهنا شنو هي؟ يعني أو ممكن مع بعض الداخلي والخارجي مو فقط الداخلي أو خارجي تمام؟ هنا كتبنانا or ممكن نسميها and المنافسين computators هذولة ممكن أيضا يكونوا مؤثرين بالsecurity policy مالتنا عدنا auditors and audit oh sorry audit findings okay الثالثة regulatory entities أيقصة بتشريعات والقلائمت requirement okay requirements ومنو جماعة المدرأ top level دول دول كلش خطر management هسأقولكم ليش تمام؟ زين لما نجي على سبيل مثال بالنسبة للمنافسين بالمنافسين احنا بالنسبة لنا من نجي نسوي damage بين الشركتين هذا هل راح يأثر علينا بالسوق العمل؟ شنو هي terms أو خلي نقول شنو هي security controls اللي احنا لازم نتخذها في سوق العمل لأن احنا عدنا منافسين حتى ما يأثر على شغل مالتنا تمام؟ هاي واحد الثنين audit أو auditors هذولة ممكن يكونون الفريق مالتك يجون يأخذون audit عن الشركة الأولى والشركة الثانية أو ممكن تعتمد على الشركة الثالثة أصلا هي اللي تجي تسوي التقييمات طبعا انت عندك standard تمشي عليها يعني مو تجي تقول لهم أوكي تعالوا قيموا معرف شنو لا لازم يكون عندك standard معين عدنا هنا الـ ISO IEC 2000 أو 27000 تمام هذا الـ ISO IEC تمام 27000 security techniques هذا ممكن أنا اعتمد عليها أوكي لما أجي أسوي التقييم مالتي فأنا أقدر اتخذها ك تقييم أقدر اعتمد عليها تمام هذه من جانب من جانب آخر اللي هو regulation regulation شنو هو قصدنا بيها أنه شنو هي القوانين أو شنو هي خلي نقول التشريعات اللي تنخذ سواء إذا كانت هاي الشركة banking أو health care أو broadcasting وإلى آخر من الشركات كل من أكيد عندها تشريعات معينة بهاي الدولة فممكن تعتمد على auditors مالتك أو تقدر تعتمد على third party إذا أكون شركة مختصة بهذا الموضوع فيصير عندك شنو بالنسبة لل regulation رح يكون عندك regulators analysis طبعا regulator analysis هذا شي يسوي لك على سبيل مثال يعني الوظيفة مالتا أول شي ممكن يسوي لك الon-site assessment تمام يعني يقدر يسوي لك تقييمات وهو بداخل شركتك يعني تقول تعال شركة مالتي وتعال سوي لتقييمات مالتي فممكن يكون هو المقيمين من شركتك أو تلجأ لشركة أخرى خارجية نفس الوقت ممكن أنه يشاركوك بال document اللي تحتاجها أو review المراجعات تمام وكذلك ممكن أيضا يشاركوك بالprocess الإجراءات تمام أو بالpolicy يعني تستفاد من عدهم وما عدهم policy review يساعدوك بها أوكي طبعا أنت عندك أيضا client requirement خلي في بالك أنت عندك internal client هذا عندك internal client قصد بي شنو الموظف الموظف اللي يشتغل به شنو هو security policy اللي لازم أتتبع بيها يعني على سبيل مثال client requirement شي يقول لك إذا كعني بالنسبة لي لازم أستخدم VPN يابا ليش لا تستخدم انت VPN أوكي لأن أنا عندي كذا 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 نقطة معينة فأنا لازم أستخدم VPN طبعا استخدام VPN معناته أنه هو ما رح يظل يشتغل في داخل network ورح يخرج من network ما يشتغل network آخر فعجبا هذا network secure ولا لا وعندك نوع آخر من client اللي نسميهم بالشنو بال external client من هو نفسه من الموظفين مالتك نفسه من الموظفين مالتك بس شنو أو ممكن يكونوا زبائن عندك على سبيل مثال أنت شركة وعندك زبائن مثلا فذول يستخدمون على سبيل مثال cloud مالتك اللي انت منطيهم إيا أو الخدمة مالتك اللي انت منطيهم إيا زين فهل هم يستخدمون encryption بالdata مالتهم بالcloud مالتك على سبيل مثال هاي نقاط أيضا مهمة إضافة إلى ذلك top level management هذا قلت علي خطر ليش لأن هذا يضم أعلى الجهات اللي موجودة بالشركة مالتك ممكن يكون المدير التنفيذي مالتكم أو ممكن يكون مدير المالية أو المدير المعلومات CIO Chief Executive Officer Chief Financial Officer Chief Information Officer وأكون عندك أيضا COO وأيضا عندك CMO هذول اللي بيدهم المال اللي بيدهم البجت فذول تفكيرهم دائما ما لا علاقة بالسيكورتي ذول معلوماتهم كلش بسيطة على قدهم رح تقول شلون هذول مدير الشركة وهاي أقول لك نعم ذول ما يعرفون بالRisk Management ذول عدهم الفلوس المشكلة ذول عدهم فلوس ما تكرت حاج كلش ونفس الوقت هذول ما يفهمون شي بالسيكورتي هذول يهمهم بالنسبة لهم شنو الشون أجيب فلوس الشون أطور البزنس مالتي ها أنا سماعت أكو ذك أصطناعي خلي نجيب ندخل بالسيستم مالتنا ها أنا سماعت أكو فلان سيرفر جديد خلي نجيب نشتري فبالتالي أنت لازم تقنعهم المنجمنت الإدارة العليا لازم تقنعهم أنه أنت لما تيجي تريد تسوي بزنس جديد لازم تفكر بالرسك أول شي فلازم تكون شخص لبق تعرف تتكلم وياهم عدنا أيضا ال depremitarization depremitarization أتحداك تلفظها خمس مرات حيث نكفى أنه أجيب بالامتحان مع الإنجليزي ألفظها خمس مرات ونضيلك توفل depremitarization اللي هي شنو قصدنا بيها إزالة الحدود طبعا نحن نعرف كل الزين آخر موضوع نحن نعرف كل الزين أنه لما نجي نتكلم على المؤسسة مالتي لما أشتغل في مؤسسة معينة هذا هو company مالتي فبالتالي أنا أحاول أكيد عندي شنو هنا عندي الfirewall أنا عندي هنا firewall هذا الfirewall كجدار يشتغل يشتغل كجدار يمنع أي شخص هنا خليل PC1 PC2 PC3 أو hacker أي واحد يمنع أنه يصل للشركة مالتنا سابقا نحن كنا بالشركات دائما أنا حسب شغلي قبل ويا الشركات كنا دائما نحاول نأمن الNetwork مالتنا نخلي firewall نخلي security معين نغلق بورتات في سبيل شنو في سبيل أنه نمنع الأشخاص السيئين أنه يدخلون على الNetwork مالتنا ويأثرون على الشركة مالتنا لكن هذا الكلام ما ينفع لا ينفع لماذا لأنه ما ينفع أنت تزود هلقية شغلات firewallات وعندك التكنولوجي يعني أنت عندك موبايلات أنت عندك أبليكيشنات أنت عندك وإلى آخر يجب أن تطور وياهم إذا تظل هالشكل عمرها شريفتك ما رح تطور إذا تغلق بورتات وتغلق معرفة والله security زين أكو خدمات كثيرة أكو موبايل أنت عاصر الموبايلات أنت عاصر الكلاود أنت عاصر الـ AI أنت عاصر البيانات فأنت ما ينفع تتبع الطريقة التقليدية مالتك شنو الفكرة مالتا يمشي على مجموعة نقاط أساسية اللي هي telecommunication أو عندك أيضا موبايل devices وأيضا خلي نقول personal devices اللي هو الأخرى يعني مثلا ممكن يكون لابتوب مالتا أو الباد أو أي شيء أخر عندك هناك الـ cloud وأيضا الـ out sourcing هاي نقاط الأساسية اللي لازم أنت تخليها في بالك واللي هما أساس إزالة الحدود بينك وبين المؤسسة مالتك راح تقول لي شلون شوف احنا عادنا شيء اسمه الـ VPN نعرف كل الزين اللي هو الـ virtual private network بوجود الـ virtual private network يقدر يفتح تنو بين الشركة مالتك وبين البيت مالتك اللي موجود بيها حاليا نلاحظ كثير من الشركات أنه وبلجأت أنه بوقت الحضر لاحظنا أنه بلشوا يشتغلون من بيتهم فشغلهم من بيتهم أكيد راح يعول على شنو على استخدام الـ VPN استخدام الـ VPN ضروري جدا أنه أنت تبقى من ضمن شنو الـ network مات الشركة مالتك لكن مو شر تبقى من ضمن حدود boundaries مات الشركة مالتك المشكلة من ما تكون أنت بداخل الشركة مالتك معناتها أنت عندك الـ hardware issue والـ software issue لأن داخل الشركة مالتك جماعة السيكوريتي ضامنين الـ hardware مالتهم وضامنين الـ software ماتهم لكن خارج الشركة في البيت ما ضامنين الـ router مالتك والـ software التي أنت تستخدمها كل اللي تتسوي أنت تتصل بالـ VPN فممكن أنه النظام مالتك أنت تستخدمه بالبيت الـ operating system يحتاج إلى upgrade وانت لم تسوي أو الـ software معين أنت تستخدمه لم تسوي إلى patch بينما بالشركة كل هاي الأمور أنت حالها فهنان أيضا لازم نفكر بيها أنه لما يستخدمون هاي الأشياء هل security controls ما يشي عليهم ولا لا نفس الوقت الأجهزة التي يستخدموها قد تكون موبايل عندما يستخدم السيستم عن طريق الموبايل هل هذا الموبايل حديث نحن نعرف كثير من ناس بعدهم يستخدمون الموبايلات القديمة ماذا يحدثون السيستم مالتهم على سبيل مثال أنا لاحظت كثير من أصدقاء عرفهم أو موظفين عرفهم ماذا يحدثون للآيفون مالتهم على موت شنو ليسر مشكلة البطارية والله احنا دي نشتري آيفون بس نسوي upgrade البطارية قبل يبدأ يستنزف بسرعة طيب ما أنت من ما تسوي upgrade هذا security issue أو مثلا عندهم أندرويد قديم لحدا ستستخدمون أندرويدات مثلا نوت 8 أو غير من الأندرويد اللي هو قديم والله بعده شغال بعده أخذ صور وأستخدم نعم بس ما تتجيك update من سامسونج مثلا نفسها أو من غير الشركة مثلا هواوي أو غيرها فإذا لازم أنتأكد أن هذه الموبايلات هي secure أو هذه التابلت هي secure فلما أجي أربط نفسي بأجهزة أو أربط هذه الأجهزة بالnetwork مع تشركة لازم أتأكد أنه هذولا محميات وأنه على أقل صارين update إلها طبعا هذا الكلام رح يكون مؤذي كثير ليش لأن أنت بالنسبة لك إذا سماحت أنهم يتصلون من كل الأجهزة معتهم بهالشكل لازم أنت تنطي الدعم لكل أنواع الهاردوير والسوفتوير اللي النظام مالتا linux اللي النظام مالتا mac اللي النظام مالتا windows اللي الموبايل مالتا iphone اللي الموبايل مالتا android وإلى آخر ما تخلص هذا الهاردوير مالتا samsung هذا الهاردوير مالتا huawei هذا الهاردوير مالتا apple وإلى آخره فدعم كل هذه الأنظمة ودعم كل هذه السوفتويرات تعتبر nightmare حقيقة كابوس رح يعتبر بالنسبة لك شلون تقدر أنت تعالج أو تدعم أو تحمي أو تدير الانتربرايز بهذا الحجم الهائل من الأجهزة تمام فإذن القصة شنو هو ما تيجي أنت والله أنا رح أضيف ديفايسات ورح أضيف telecommunicating ورح أضيف computer personal devices وcloud واثول source بدون التفكير أنه أوكي أنت أضيف تقنيات جديدة وتقنيات جميلة بالسيستماتي بس نفس الوقت هذا يحتاج جيش فيلك كامل حتى يتابع هاي الشغلات وانت من نضيف شغلات جديدة منه رح يراقبها رح يعتبر nightmare بالنسبة لجماعة risk manager تمام كذلك cloud أنت من تيجي تستخدم cloud طيب أنت من يا شركة تستخدمها من يا مؤسسة أنت محتاجها ولا لا ضروري تنتقل إليها ولا مو ضروري الoutsourcing أيضا مهم جدا يعني أوكي أنت ممكن إحنا قلنا أنه threat أو risk أو vulnerability ممكن تحولها عن طريقة transfer تتذكرون أحد العلاجات اللي نعالجها بالrisk management هي الoutsourcing بس لكن من أحول الoutsource هل هذول مضمونين لازم أنا أدرس أدرس الحالة لازم أسوي study case وبعدين أجي أقرر أحول لهم ولا لا وإذا تشاروهم outsource معتمدين على outsource آخر إذا أنا اتفقت وياهم على قانون هذول البقية اللي هو دي أخذ من عدو هم راح يطبقون هذا القانون لو ما يمشي عليهم هذا الكلام هذا كان محاضرة الأسبوع الثاني من الريسك منجم لينا وصلنا لنهاية الأسبوع الثاني أوكي ترجمة نانسي قنقر